الطريق الوحيد اللي راح تشيل الكرش خلاص يعني الكرش راح يوخر عنك وراح تتغير حياتك في هالكلمتين أول شيء أنت لازم تعرف أن الكرش هذا سموم يعني أنت الكرش الكرش باختصار شديد دليل أنه أنت ليحي معدة مرحلة الطفولة ليحي أنت متدلع وقاعد تاكل شنو ما تبي وما تهتم بنفسك وتتوقع أن الناس يهتمون فيك وطفل عايش مثل الطفل يعني حتى لو أنت كبير بالعمر وعندك يعني عيال وأسرة وكل شيء بس أنت كرش كرش يعني أنت راضي على نسك شديد لا قادر تلبس عدل لا شكلك حلو لا نفسيتك حلوة لا لاياقتك زينة يعني إذا كرشك هالمثل ولا تقدر تشوف أي شيء تحد أنت يعني شنون ترضى على نفسك هالشي معنات أنت ليحين الطفل مو قادر تتحكي بنفسك ما بيطوله عليك أنا حين بكلمك ما رح أطوله عليك الكلمتين هم تحكم بنفسك تحكم بنفسك تحكم شهواتك تشتهي تاكل اللي تبيه تشتهي تشتري اللي تبيه بس تفكر شنون تشتهي شهواتك بس من غير أي تحكم هذه مصيبتنا أن أنت تاكل لما تختنق على بو أنه مشتهي تاكل أوكي تحكي بنفسك أنت مو لازم مو لازم أنت لازم شبعان مو لازم شبعان 100% والله أنا بسوي الصيام المتقطع خلاص أنت تصوم 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 يعني تروح تاكل جنك خنزير يعني ألف كالوري أي ألف كالوري تاكل عن أربع شخاص بوجبة وحدة على بو أنك الصيام متقطع بس مشتهي بس مينون أكل وقعد تابع لي إنشتغرام والسوشيال ميديا واللي يأكلون الخنازير اللي يحاط لك بالسيارة أنا الحين يعني بقعد بالسيارة بتكلم بس بالصحتك والفتنس وشون أنت تغير حياتك ما رح تكلم بس بالفتنس شون تغير حياتي لأن الرياضة ممكن تغير وائل شغلات بس أنت الرياضة حتى لو تتمارس الرياضة من غير ما تغير تفكيرك انس الموضوع شون تتحكم بنفسك تتحكم بطريقة تفكيرك يعني الأكل أنا لا أقول لك لا تاكل لا تشبع لا تستانس يعني عندك وجبة بالأسبوع مش تيلي تاكل يبب مرتين بالأسبوع بس كل يوم تاكل اللي تبيه وقاعدوا أنت مع منه ناس بس يبون يأكلون بالدوانية ولا بالدوام ناس ما تعرف إلا غير الأكل قاعد تتحكم نفسه كروش وعادي وحياتهم حسبانهم منه عادي والله أنه كلهم قاعدوا سكري ضغط مشاكل كليسترول وايد قاعدوني النادي وايد مشاكل من غير ما يقول لي أول شي أنا أشوف الكرش بنتهى الموضوع أفهم أنه من الكرشة الرياضة ما يعرف يتحكم بنفسه ونما تسولف وياه فعلا يبينني الطفل والله أنه يبينني الطفل مونه عارف يتحكم بنفسه ما أخذ الموضوع تضحك وسبه للا أنت صحتك أنت شكلك شون ترضى على شكلك شذي لا لبس لا كله وتسبه الكرشة وانت نما تاكل لما تختنق أو تاكل وكل اللي تشتهي نفس الأطفال يعني أنت ترى ما قاعد تاكل لأن أنت يعني تموت على الأكل وتحب الأكل أذكر أذكر واحد شنو قال لي متين وأنا أبي أشوف أبي أكتشف وهو يعني ليش متين يعني أنا حسبالي المتين قبل شخص يعرف يأكل يعني شخص ذويغ عنده مزاج بالأكل فنما أقعد معاهم المتين ما يعرفون يأكلون استغفر الله واحد شنو قال لي يشتري يشتري تي 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 ويأكل ويقول لي هذا يعني يحب الأكل ومسكين يعني لا يمكن يشوف نتيجة حسبالي أن التكميم حل التكميم مو حل التكميم يعني أنت مو بس استسلمت الحياة أنت خلاص فيه واحد يعني يعني يقول أنا بسوي التكميم الثالث أو يمكن أن تتغير حياتي أنا ما أقدر يعني معدته صارت كرة قدم تتخيط وتشجك وفعلا اشترك على بأنه يعني ما رح يسوي التكميم وما ي ولا يوم ونفس الشي يعني يكلمني طفل مو ريال يعني ياهل ياهل بالتفكير ما فيه والسبب شنو مو قادر تتحكم بنفسك ولا قادر تتحكم بشهواتك يعني أقول لك أكل استمتع بس مو لازم تختنق مو كل يوم لازم تأكل شي كل يوم مشابيس كل يوم أي شي لذيذ تشتري أي شي تبيه مو عارو شو تسوي بحياتك لأنه أنت مو قادر تتحكم بنفسك أوكي فيه مغريات بالحياة بشكل منطبيعي بس أنا ليش يعني أقول لك هالكلمتين ممكن يغيرون حياتك للأبد رح تتحكم بعدين بشكل مظهرك المعدة رح تخف الملابسك رح تتغير تعرف تتحكم بعدين مصرفاتك تعرف تتحكم مريته بظرف صعب قوي عندك الكنترول عندك القوة نكتتحكم بنفسك يعني أنت أنت التحكم بالنفس بالذات مو بس يرتبط والمعدة بكل شي بحياتك فبمعدتك أنت أو يعني أكلك وطريقة حياتك مو ما في أي تحكم طبعا أنت الحين عندك مغريات موبايلك و هذا كله بس هذا كلام فاضي كلام فاضي أنت تتحكم بنفسك أكثر شي الناس تعرف تتحكم فيه لما قلت تعالي النادي ليش ما تتين نادي و الله أنا الحين ما عندي فلوس و الله أنا ماسك نفسي يتحكم بفلوسه حق النادي بس حق كم فلسة ليلة و الله أنا بيوم واحد يحرقهم يعزم ربعة دوانية وعلى خرابيط والشباب كلهم طبعا الربع كلهم وضع الخنزرة وكل جنك خنزير وياهم يعني أنت حتى شلتك لازم تتحكم منهم يايين بحياتك ورايحين لأن الناس اللي حواليك راح يأثرون على تحكمك على تصرفاتك أيضا هذا لازم تتحكم فيه فأنت أنا ما أقولك ثاني يوم غير حياتك بس من تتحكم بطريقة أكلك تتحكم بنفسك يعني أنت مو لازم تشبع يسمع مني مو لازم توصل مرحلة الشبع بالعكس إذا أنت يعان إذا أنت يعان على فكرة مخك راح يشتغل بشكل أصفر تركيزك راح يصير عالي هذا إذا أنت يعان وائد شغلات صحيا أفضلك وإنت يعان مو وإنت شبعان وإنت وواصل حدك أساس أنت ما يصير توصل مرحلة الشبع 80% كافي من الشبع فتحكم نفسك تحكم بشهواتك لا تخلي حياتك شيء هدد من تتحكم نفسك راح تتغير أنت حياتك مرة وحدة أنا حين أنا حين طبعا ما أقول لك أنا الحين ملك التحكم وأن أنا يعني يزيد وزني أضعف يزيد بس من أشوف مرحلة لا معاجبني شكلي ولياغتي قاعد تتأثر أمسك نفسي كنترول حبيبي وخر عني العالم كله خلاص عارف أنا شوني أبي التحكم بنفسك راح يخليك مو بس تشيل كرشة مو بس راح تتغير حياتك أنت راح تصير إنسان جذاب إنسان إنسان شخصيتك قوية إنسان ناس تثق فيك الناس 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 راح تقول هذا يعرف شوني أبي هذا عندك الناس راح يكون يبون واحد يعرف شوني كنترول قائد أنت حسباك قائد لازم تصير نابليون بونابارد قائد جيوش لا قائد حق نفسك إذا مو قادرة تصير قائد على نفسك شون أنت بتقيد أسرتك عائلتك الموظفين إذا أنت مدير مثلا وإنت مو قادرة تصير قائد على نفسك سكري ضغط مشاكل الكوليسترول مشاكل صحية وسبة شنو بس أنت تشتهي تاكل يلا يلا خلن نطلع هذا ولا شقال بالموبايل تصفح شنو وجبات اللي بطلباتها وأيقين كان وتدور عروض ها دعب حتك العروض ومو قادرة تتحكي بنفسك يعني أنت أنت حين لما لما تدور المطاعم وتدور الرخص ويصير خلاص هذا تتبرمج أنت تدور بس العروض تدور الرخص تدور عشان عشان تستانس تستانس تبي تستانس تبي يصير دوبومين هذا خلاص وصل حد انفجر وآخر شيء كل أنت مكتئب ليش؟ لأن شكلك مبين عليك الاكتئاب شكلك مكتئب نفسيتك خايسة واللي حواليك ما يحبون ما يبون يقعدون معاك ليش؟ لأن أنت كرش سموم سموم يعني حسباك بتأثر بس على شكلك حتى على مخك طريقة تفكيرك فخلاص أنت اكتب الحين بالكومنت تحت راح أتحكم بنفسي اكتب أتحكم بنفسي أتحكم بنفسي وإنشر الفيديو في ناس أنت تعرفهم واصلين هالمرحلة خلاص هم هاي مرحلة الطفولة اللي لاحين مو قادر أنا ما تحكي يعني أنت مو بالثلاثين بالأربعين شذي تفكيرك كل ما أشوفك يزيد وزنك أقول لك ليش ماتين نادي والله ما عندي فلوس والله ما عندي وقت والله كلها عذار كلها عذار فلوسك ووقتك كلها رايح على هدد على خرابيط ليش؟ لأن أنت مو قادر تتحكي بنفسك اكتب تحكي بنفسك وانشر الفيديو خلي الناس يعرفون